خبر لشغل يوم أمس ربما العالم ككل كان هو الإقصاء المذل لنادي برشلونة أمام ليفر بول برباعية هناك في ملعب الأنفلد فكانت صدمة ربما العشاق ليونيل ميسي وأيضا يؤدي إلى أنه نهاي مدريد هناك في العاصمة الإسبانية بدون أي نادي إسباني يعني ليفر بول يصل للمرحلة النهائية للمباراة الختامية هناك في مدريد بانتظار أكيد مباراة اليوم الهمة جدا اللي فيها طرف مغربي بوضع تواجد حكيم زياش وأيضا نصير مزراوي ثنائي مغربي وزكريا اللي بيضته هو في مقاعد البودلاء فكان هدر على نجوم مغاربة سيكونون في أمسية اليوم الكروية في دوري الأبطال وهذا خبر جميل جدا وبغطات معرفت شي لعارف شنو كان ناقص برشلونة يوم أمس باش يتأهلوا المباراة النهائية هذا كشي لش كتكن سنا فيك غير بس سألي باش نقول لك الأخ نوفل قولينا شنو كان ناقص بما أن البرسلون ودعو دوري أبطال أوروبا كان ناقص بغطات كان ناقص مهاجم هداف اللي يقدر يقتنس فرصة تسجيل هدف على الأقل اللي ضمن لنادي برشلونة التأهل لأنه عارفين برشلونة انتصر بثلاثية نظيفة في الكامب نوفا إذا سجل هدف يوم أمس كان سيعتبر بهدفين وبالتالي سيقصي نادي ليفر بول ولكن التركيز كان على ليونيل ميسي حتى أن بعض اللاعبين انفردوا بالمرمى ولكن دائما وأبدا البحث عن ليونيل ميسي فكان عامل سلبي للفريق وليس إيجابي ولكن هذا لا يمنع أن برشلونة نادي كبير يضم خيرة لعبية السحرة المستديرة في العالم وميسي يبقى أفضل لعب في العالم ولكن كرة القدم مرة تبتسم لك ومرة تكشر أنيابها وكانت ريمونتادة تاريخية لنادي ليفر بول وهو مش نادي سهل تربى على عرش الكرة الأوروبية لسنوات عنده خمس ألقاب في تاريخ الدوري الأبطال في إنجلترا متألق مع يورغين كلوب ولكن اللي جعل الانتصار مميز أنه كان غيابات بالجملة في ليفر بول على رأسها أكيد فخر العرب محمد صلاح وفيرمينيو فهذين نجمين يعني لا يستهن بهما في كتيبة يورغين كلوب ومع ذلك تمكنوا من الانتصار بربعية نظيفة سينوفل تفقنا على جوج أشوات ليك جوج أشوات لينا ولكن وصلت إلى صوت الإضافي وصلت إلى أوقات الإضافية خليلنا شوية كنكسين وغير هذه الخسارات لبرصة لأنه كان كنكسين وفقاً لبرصة تخسر لأنه من شجيع ريال مدريد برحضر على رونالدو برحضر على رونالدو اليوم كنكسين وغير هذه الخسارات لك على راموس يوري نجمين كنكسين لا وعيق شي نوفل يكليبس ليفر بول عبو مزين كنشوفوا لديل أنهم المعجبين في بارسا هذا الذي كان خاص برسلون البارحة وساما تنتبعد عرفت إلى الشيخ شكراً لدي الحركة الرياضية نقوله اسينوف العوامل وكما كنت لاحظونه وفي اللي كان خاصة كان خاصة نايمار خاصة نايمار خاصة نايمار